السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصفتنا لنا هاليوم مملحة رمضانية بطريقة سهلة وبسيطة ومتشج كامل يد هاد المملحة رح تكون يعني بيدون عاجين مرانش حنخدموا عجينة ورح تكون تانيك بطريقة سهلة وبنتها هيلة نمر مباشرة نكتشفوا المقادير وطريقة التحضير لهاد الوصفة نحتاجوا ديول هاد ديول أنا استعملت العائلة وانتم ما استعملوا اي ماركة يعني ليتديروها رح تصلح لكم اديت هنا يا ثلاثة ورقات تاديول شديت الورقة اللولانية وشديرت لها جبت شوية تاعة زبدة ذوبتها ولا مارغارين ولازم هاد الزبدة ولا مارغارين تكون دافية يعني مشي سخونة بساف جبت بانسو وحطيت طبقة هكا رقيقة تاعة زبدة ومشيتها مليح ومبعد نحط الورقة التانية تاعة ديول وكيف كيف نزيد ندهنها كامل بالزبدة ومبعد زيت حطيت الورقة التالتة ونزيد ندهنها من الفوق يعني في هاد الوصفة مارانيش هنستعملو عجينة يعني ما نحندلكو موالو غير بالديول راح نخدمو القاعدة تاع الممله حطيت عدم تستاذ الورقات في ثلاثة رح نقطحه في هاد المول حنا كيت جوت تاوجدو بتغي士و travelling هاد المول هناكي جوت تotyقو الإضغطو الوصفة على Sakai مستثGe لا تسايسوهم يعني حيتقطعو لكم وهنا إذا ما قدرتوش عليهم سيوا كفش تتراصي وبرك هذيك الدائرة وجيبوا مقص تع المطبخ وقطعو يعني كان بزاف الناس تقدر تكون مريضة من يدها ولا من كتافها ما تقدرش تبقى هكا تزيارة ليهم سفي تدير هاد العفسة تع المقص وتقطع دوائر وراح يجو هاد شابين هنا بعد ما قطعتهم حطيتهم في هاد لي مولتع تزيريات ولا تقدروا تستعملوا اي مول يكون عندكم مشي شرط هاد الشكل هنا هذيك الجيهة اللي مزيتة هي اللي نحطوها من تحتها هكا في المول نكملهم كامل هنا كانوا عندي 14 مول ديرتهم كامل رح ندخلهم الفرن اللي يكون شعلته مسبقا على درجة حرارة 180 درجة نشعل لهم غير من تحتها كي نشوفهم تحمروا نطفي عليهم اهملك هنا بعد ما تحمروا سيوك فاش ما تخلوهم ش بيوضة لازم تحمروهم باش يجوكم يقرمشوا وكيد نحوهم المول حيتنحاو معاكم بالخاف يعني كما شفتوني مع قلبتو خرجو نحطهم بجيهة ونروحو للحشو الحشو بتاع اليوم مش ديرت فيه جبت لهنا نصف درجة رحيتو وقليتو مع شوية بصل ملح فلفل كحد هدا ما كان هنا عندي كمية غير قليلة ونحن لا حبيبوش لازم بيوضة يجيبو شوية في حمج يديرو له حلب ويمكسي وهملاح ويحطوه وشنو الكمية تاع الحلب تكون غير شوية حطيت هنا يا لازم بيوضة مع هداك الجج وهنا لازم بيوضة لا تحطوش كونتتي كبيرة غير شوية برك قسمه هداك الجج ما يوليش ناشف نزيت عليها زجو مغارف تعمعد نوس وشوية زيتون خضر بعد ما كنت حطيتو في الماء وبدلت له الماء وحد الخمس خطرات حتى دقتو لقيتو ماشي مالح لتماك قطعتو هكا قيطع صغيرة وزيتو للحشو وبعد ما خلطتو مليح نبدأ نعمر في هذو كل في القاعدة اللي هي ورقة عديول هنا شوفوا النصيحة اللي نعطيها لكم هاد المملحة كي تديروها متعمروهمش حتى تكونوا حتقدموهم بس كعلاش لو كنتعمروهم يفوت عليهم وحد نص ساعة طبقة تعديول ما توليش تقرمش تصر لها كي ملبورة كي نقليوة ويكون سخون يكون يقرمش هو يبرد ويبطى شوية تروح له هذيك تقرمشة هكا كتوما إذا هاد المملحة ديرتوها إن شاء الله في شهر رمضان الكاري خدموا القاعدة تعلموا ملاحة حطوها بجيهة وخدموا الحش وحطوها بجيهة قبل الآذان بوحد العشر دقائق عمروهم هكاركم حتى كلهم مقرمشين ويجوا بزاف بنا هنا بعد ما عمرتهم كامل نحطهم بجيهة ونروحوضو كنديرولهم تزين التزين رح يكون بهدل شانتية المالحة تقاليون جبت نصف كاس تعمى بارد لازم المتاعكم يكون بارد بزاف رح نزيد عليه نصف كاس شانتية مالحة أنا كما راكم تشوفوا را هو عندي يعني بيدون له يبارك كبير انتوما إلا حبيتو تشروها تقدروا تشروه بالميزان يعني شروه حق خمسة الاف عشرة لفكي ما تحبوه مشي شرط تشروها كا كونتيتي كبيرة ندي هنا يا نصف كاس يعني دايما الكمية تعمى هي نفسها الكمية تعمى شانتية وهات شانتية المالحة لازم تطلعوها بالماء يعني ما تطلعوهاش بالحليب بس كهي دي جا راي فيها الحليب نجيب هنا يا الباتور ونبقى غير نضرب يعني عادي كما كنا نطلعو وشانتية الحلوه تطلعو هاتي ما كان حتى فرق تبقى هكا غير تضربو حتى تحسو هات ماسكت ولتماك خلاص واحد الخمسة دقايق هكاك راح تشد روحها هايليك هانا بعد ما فات واحد الخمسة دقايق هكاك حتى الست دقايق نضفي على الباتور بس كشانتية تاعي سايبون راهي وجدة جيبت هاد لابوش ونحطها ونبدأ نزين نحطها ككمية غير قليلة فوق كل مملاحة هكا بش تعطيني شكل شباب وتاني كالضبق راح يجيب زاف هايل نكمل نعمرهم كامل بنفس طريقة ونديلهم تزين خفيف تزين يكون اختياري انا كيما دايما تعرفوني ما نحبش ندير حاجة شاغجين نحب غير خفيف الضريف على هاذي جبت وريقة تعمعد نص وحب زيتون كحل وهي فرات يعني حاجة سهلة تقدرو ديرو من فوقها زيتون خضر تقدرو ترشوها بسانوج يعني تزين كيما تحبوه انا احنا بعد ما كملت زينتهم كامل وحطيتهم في طبق التقديم كان هذا هو الشكل نيائي لمملحتنا لنا هاليوم مملحة توالم بزاف في رمضان شكل تحارقي والبنة تحاهلة يعني نتمنى انكم تجربو هاد الوصفة قبل رمضان بش تبدو عليها فكرة وإلى عجبتكم ديروها ان شاء الله في رمضان وتقدرو تعوضو بها البورك هكا بش تنقصو شوية من الكمية الزيت اللي في البورك نقسم لكم هنا حبان بش شوفوها كيفش جاي نشوفو هادك اللابات كيفش راه يتقرمش والحشو جاي خفيف وبنين وهديك الشانطية ازاد تعطاتوا بنا لبنا وصلنا ذو كان نهاية وصفتنا لنا هاليوم اللي انتمنى انها تكون عجبتكم وإذا عجبتكم متنسوش تديرو ليجام وتبرتاجيوها مع أصدقاء ذو كان مبقى ليغن نقول لكم تهلاو في روحكم وانتلاقوا ان شاء الله في وصفات أخرى عن قريب مع السلامة ترجمة نانسي قنقر